السلام عليكم زيكم حبيبة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ولسه مكاملين في وصفات رمضان النهاردة ان شاء الله انا جايبا لكم كده وصفة اقتصادية حلوة تركية هي طلعة تريند ومشهورة جدا انا بصراحة ما كنتش حرفة على الفيديو على القناة بس بعد تفكير شوية انا قلت احطه على القناة واقول لكم رأيي فيها بصراحة يعني واحنا شغالين كده حقول لكم ايه مزياها وايه عيوبها وحقول لكم رأيي بكل صراحة يلا نسمي اليوم نبدأ على طول معايا كبام دي السميد اللي هو دي البسبوسة يا سادة خالص من غير اي اضافات في حل على النار ححط معلقتين من المادة الدهنية استخدمت معلقة زبدة على معلقة سمنة يعني اي معلقتين من المادة الدهنية وحبدأ انزل عليهم السميد هحمصه هبتجي احمصه كده كأني بعمل بشامل زي ما كأني بحمص الديق في السمنة علشان ابتجي اعمل بشامل هحمصه خالص لحد ما ياخد اللون الدهبي هو طبعا مش هياخد لون بسرعة هو بيتأخر شوية لكن مع استمرار التقليب كده مش هنسيبه نمشي عشان طبعا ما يتحرقش لحد ما ياخد ايه اللون الدهبي الفاتح شوية هبتدي انزل بكوبات سكر وهحمصه مع الخليط مع استمرار التقليب كده هلاحظ انه طبعا اول ما السكر يبتدي يدوب اللون هيغمق شوية شايفين اللون ده هو ده اللون اللي انا عايزة وصله اللين اللي هو البني الفاتح خالص ده او البجل اللي غيمق هنزل عليهم بكوباتين من المية المغلية يعني انا جان بكوب الراد من المية حطها على النار لما المية غالت خالص ووصلت اللون اللي انا عايزة نازلت بكمية المية دي كوباتين كبار من المية المغلية وهبتدي اقلب اقلب لحد ما السوائل كلها تتشرب هو السيميل طبعا بيقبل المية وبيشرب كمية كبيرة من السوائل هجيب بقى اي صانية وبيركس اي قالب وهبتدي احط في الخليط من غير مقادنة خالص حسنو الخليط كويس من كل جنب وبعدين حرك نصانية على جنب لحد ما حضر الطبقة التانية اي الحلوة دي على فكرة بسيطة اي مش مكلفة اي مكوناتها ممكن تكون موجودة عند اغلبنا في البيت اي سهلة جدا اي في نفس الوقت يعني بتدفي بتجي طاقة لكن الحقيقة هي يعني طعمها مش الزة حاجة او مش احلى حاجة يلا بينا نحضر الطبقة التانية وبعدين حنكمل كلام معايا كوبايتين من اللبن الحليب عليهم معلقة من الدقيق ومعلقتين من النشا معلقتين من السكر نقطتين كده من الفانيليا بودر او سيلة كل ده على البارد ومعايا كمان معلقة من الزبدة او مكعب صغير من الزبدة بس مش هحطه دلوقتي هدوب كل المكونات دي على البارد الاول وبعد كده هرفعهم على النار وحبتجي قلبهم لحد ما القوام بتاعهم يتقل ويدوني كده قوام المهلبية يعني اللي انا بعمله ده بودنجة او مهلبية كده خفيفة كده خلص دي بيت خالص بقت كريمية هبتجي بقى نزل فيها المكعب الزبدة ده هيخليها غنية اكتر هيخلي طعامها جميل وطبعا الطبقة التانية دي طعامها لذيذ ممكن بنعملها لوحدها وبنحطها في كباية او في اطباقنا كلها كمهلبية كده طعمها لذيذ دلوقتي حبدأ اصب المهلبية اللي احنا عملناها او البودنجة على الصينية طبعا الطبعة الاولى خلاص تمسكت هي مش محتاجة حاجة اكتر من عشر دقيق بس هتتمسك على طول على فكرة الطبعة الاولى دي طعمها عامل زي الناس اللي بتحب الرواني بتحب البسبوسة بتحب الحلويات القديمة زي حلوة الدقيق اللي كانت بتبقى دقيق كده متحمس وعليه مية بسكر يعني الناس اللي بتحب الحاجات دي هتحبها لكن مش كل الناس هيحبوا طعمها مش كل الناس هيستسيغوا طعمها دلوقتي انا خلاص دخلت الصينية كلها يعني العشر دقيق كده بس في التلاجة علشان تتماسك واقدر اقطعها انا مش محتاجها ساقعية كلما كانت دافية كلما كانت مقبولة يعني اكتر الى حد ما زي انتهى بشوية شغلطة في المسيل او اي حاجة او حتى شوية بسكوت مطحون شوية سيميد ده ممكن اكون سايبهم بعد ما حمصتهم ازاين بيهم وببتدي اقطعها يا شكلها طحفة متماسكة زي ما قلت لكم هي اقتصادية جدا مكوناتها بسيطة لكن طعمها مش لذيذ يعني اللي هيعملها ممكن يجرب بس في نص كبات سيميد ما يقطرش وبس كده انتهى الفيديو بتاعنا لو عجبكو الفيديو اتمنى تحطوا لايك وشيروا سبسكرايب للقناة شكرا ليكم سلام عليكم